والله اخوان ماشي اما اقول لكم انا بغير الخير للجامعة التجارة الالكترونية راح ممكن ممكن من خلالها راح ماشي ضروري انا تقدر تكون موظف وتمارس تجارة الالكترونية ما العيبوا في ذلك تقدر تكون مثلا سالاغي نتخدم في واحد شركة راكب قالك واحد فترة احنا ما غنقولوش ولكن على الاقل واحد ساعة ولا جوج غتمرسهم في النهار غرا ما غادي تخسروا له اوكي غتدير غتتوكل على الله وغادي جيب الله تيسر يعني ماشي ضروري يعني انا نكون متفرغ ولا غدا باش ندير هاد التجارة را ممكن تبدأها الراسك وخنته موظف وخنته واحد العمل اخر عندك ولكن ضروري غيبقى لك واحد الحيز من الوقت غتمرس فيه راكب كل شي سيو غنتغمت يعني انت ما غادي تمشي تكريم محل ما غادي تطلع ريدو هنا يبقى في الاول غادي تتعب شوية لانك في الاول غادي تتعب شوية لانك في الاول غادي تلقى صعوبات لانك باش تأسس موقع وصفحة وانك تبحث على منتوج معين وغادي بدا بالتجارب وغادي بدا بالتجارب لانه في الاول لواحد خصوية بدا لا اخوان التجارة التقليدية فاهمنا الوضع دياله ده بالتجارب اشنا هو وغادي نجيها نشوف اول حاجة انا شنو كان بغي شنو كان بدع فيه شنو نقدر نبيع واحد حاجة اللي انا فاهمها فور اكزامبل ده ما مثلا انت لنا اقول مثلا سالاري اولا موضف ولكن كدع عرف مثلا مجال ديال تكون كدع عرف مجال مثلا ديال الصيد مثلا كدع عرف فيهم زيان نوع ديال الصنارات وذلك الصيد البحري مثلا كدع عرف مزيان تقدر تدير تجارة تبيع فيها هذو كل بخود لغادي نشأ صفحة معي لفايسبوك وغادي تعرض به وغادي تكون بما انك انت كدفهم في ذاك المجال يعني كدع عرف انت هذك الشخص اللي كدشري منه وتقدر هو يعني مع اكتصال يعني انت عند اكتصالات هذي التواصل معي يقدر اعطيك الاسم الموزع ربما غادي تبحث غادي تلقى واحد الشخص او واحد الشركان ايه اللي كتوزع لك لبخود ديال الصيد غادي تدير صفحة سيخ في فيسبوك وغادي تدير قناة على اليوتيوب الواحد ما فيها بس غادي تدير قناة في اليوتيوب اللي كنت تقع ما تدير تقع وجهك تقدر شرح يعني كميتة يعني انت واحد المجال كتتفهم فيه بخلاف العمل ديال موظف مثلا جماعة او موظف في ادارة ولكن هذي المجال كتتفهم فيهم زيان اذا غادي نقدر نعطي فيه وغادي نقوم بانشاء موقع وغادي نبيع فيه هتو تقول لي واش مثلا مواد الصيد كوغيش لا كاين هنا هذي هذي الخطأ اللي كيوقعو فيه الناس واش غادي يكونوا عنده زبانة نعم واش ناس مهتمين بذلك المجال اياه واش غا يقدروا يشتروا اياه ولا كين المحلتية فعلا ذك المحلات كينة في المدن الكبرى ولكن كينة بعد المدن الصغيرة هذي الناس مساكن ما عندهم شخص يصافر باش يشتري اذا لدلقى صفحة واشدة وشخص ثيقة والناس كي سيفتولوا وشرا الصنارة الفولانية وشرا اتعالنا انا لا اعرفش من زيان فهذا انا مهم كان الاستثمار في الاول سنحاول باننا نقلل باننا ندخل على تجربة ربما ستكون ناجحة ربما ستكون فاشلة ولكن دائما الاخوان سنعملوا اليقين في الله سبحانه وتعالى وستوكلوا على الله ومن جد وجد ومن زرع حصد يلحب تلاطك وعمل واحد الحاجة في الدهنك الاخير الكريم لان هذا الخطأ كيقوموا به بزارة الاخوان اللي كيتواجهوا لكيتجهون تجارة الالكترونية هي وكيشوف الانفليونسور كيشوف ذاك الموتيفاشن الخاوية اللي كينا سور يوتيوب سور فيسبوك كيفش غادي موتيفين واحد الشخص يعني مليونر واحد الشخص كيفش غايموتيفيني أنا من كش نصندك النبو هذا يعني واحد خصو مثلا كيطلعوا ومع الأسف الشديد ركينا سور يوتيوب كينا فيسبوك كينا ناس يجيو يعرض يقول لك أنا حققت مئة مبيعة في اليوم مئة مبيعة في اليوم كيتشوف فيه دا كتبار شخص اصبوح مئة مبيعة في اليوم وقال لهم ألف مبيعة في اليوم شو ما عيب نقول هذا الكلام هذا سور يوويب يعني منطقيا لوجيك نحن نخدم مئة مبيعة في اليوم كتحققها شركات كبيرة شركات كبيرة بلما نسمي الأسماء مئة أو ألف تحقق واحد شركة كبيرة بزاف اللي عندهم واحد بلاتفورم كبيرة واحد المجموعة ديال الموقع ديالهم متصدر في المتصفح ما كيحتاجوش اعلانات وما عادر كي يدروا اعلانات وعندهم مجموعة عامية العمال والناس اللي كي يعمل كول سينتر وعي طروين ما نجوش نكذبو على عباد الله نقولو نحن نحقق نحقق مئة مبيعة في اليوم وهذا الشي هذا اللي كي خلي واحد الشخص من اللي كي بدأ كيتتحبط في الأول ومش كيتموتيفة كيتتحبط لأنه علاش هو داخل على تجارة الإلكترونية في أحلامه تراوضه أحلام بأنه سيحقق الملايين في ظرف أشهر سيصبح يعني يسوق سيارة آخر موديل وسيسوق مثلا سيكون لديه محل تجاري في أحسن الأماكن وسيكون لها منزل طبعا من ثلاث طوابق أو زي هذا الشي ما كيجيش الإخوانة دول اللي حطم الأحلام دير الشباب هذا الشي لا يأتي بين ليلة وضحى ولا يأتي بين الشهر الأول والشهر الثاني هذا الشي خصو العمل الجاد وخصوك تكون عندك واحد الفكرة بأنك تتخسر تقريبا تقول أنا إذا دخلت مثلا بواحد عشرين ألف درامرة سنقدر نخسر النصف يعني نقدر نخسر مبدأ الخسارة إلا بغتي تنجح هو بأنك يكون عندك في بارك يعني تقول أنا سنخسر هذا السلعة جائز بأنني نقدر تجيب لي الراح تقدر سنخسر ونكون مجد نفسي بوحد الحالة نفسية بأنني فعلا إلا خسرت وسلعة ما تبعت ليش مثلا وجدت برودو يحسن منه وانا مبقيت بغيت نبيع وانطر نبيعها بالخسارة ولا نقدر تفسد لي مثلا إذا كانت برودو يحسن لهم الوقت فهذا الحالة سنكون هايئة نفسيا وليس ستحفظ عملنا صفحة على الفيسبوك ستقوم أول حاجة بإنشاء صفحة طلاقا حسابك الرسمي ودائما بدأ كلين لا يمكن إخوانك الوقت أو الكوپيرات وكما تبعت الوقت مواد التجميل ويأخذوا مثلا شانيل أو شركة او حيث يتجد يجب أن يتعارك بشكل مفتاح ويجب أن يتعلق بشكل مفتاح ومتعارك بشكل مفتاح اللي هو ديجا كاين هولا كي يجو بعد منهم اللي كي ديروا دي برودوي اللي هو ما يعني السون دي برودوي إليغال يعني بالأعفضل بأنك تبدأ كلين وده نقيم بدا بواحد دي برودوي اللي هو ما يسبب لك مشاكل قانونية أو مشاكل مع الزبانة يعني ما نجو بحال ده بأي ما تلكون كنشوفوا دك شي ديال التقاشر وديال الآفير ولا هذا كل منتجات واحد الشخص يعني فعلا كي بيع لكوا واحد دي برودوي كي بيعون مسيدات ري قدر يسبب لهم مشاكل ونتخيل بأنه واحد غاي بيعوا واحد دي برودوي ماشي نجربوا الله ما نعرفش مسيدات عبدوا يشريوا هاي بقوا يديروا فوجيهم وقادر يقال لهم شي حاجة ري قدر تتابع قضائيا نرفع لك دعواء قضائية بأنك سببت لهم واحد الضارة يعني الإنسان هنا يموقعش يشوفها الربح أنا مشي نجيب واحد دي برودوي يسبب المشاكل للناس وغادي تتابع مراقضائيا عندما عندك الزبان جسيون دي ريسك جسيون دي ريسك جسيون دي ريسك تأخذها في الأول أنا قدر لكم نحن كنا نظر معكم يعني هكذا عفويا يعني نحن لا نقوم بخش ورقة بالسلو نحن كنا نظر أغير منطلق يعني سنبدأ نأخذ واحد دي برودوي دائما سنعمل بأن الريسك ركاين يعني ذلك من المستحسن الأول الأخوان في الأول نقدر نعمل تجارب يعني ما يمكن شنا مثلا نهار للور نجي نشأ صفحة مثلا ونعمل فيها هذا البرودوي يعني نعمل فيها والكاريتة بأنك غادي تشري واحد الكبيرة كميتال من واحد المنتج يعني يعني نقول أنا نبدأ هذا البرودوي نبدأ نبيعه ونجيب منه ستوك غلط غلط كبير يعني نحن نجرب نقدر نجيب نجيب واحد ونجيب منه ونعرضه ونشوف جاب لي المبيع الأول بدأت المبيعات مجد في ذلك اللحظة نقدر نمشي ونزيد في الستوك يعني دائما الستوك لا نبقى نبدأ نعمره نجيب هذا البخد الفلاني تباع لي نجيب منه شي عرضت ونفس الوقت أو كان ثاني نجرب مع أن نبدأ يجيب الموقع دي مثلا في الصفحة فيسبوك أو يوتيوب بدأت تجيب لأنترافك نبدأ نستغل ونعرض بخدوات أخرى ونبقى نتخصص حقا في نفس المجال مثلا عندي هذه كنبيعها الناس بدأت تأخذها مني إذن لا يوجد فقط نجيب واحد بخدوات مثلا هذا ونجيب ونعرضه ونبدأ نبيعه لأن الناس فعلا جرفوا معي هذا دائما الجديد ودائما أجور همتوا هذي اللي كان